مشاهدينا نحييكم من جديد أبو الليف من المستشفى إلى المحكمة أبو الليف كان دخل في حالة صحية حرجة ونجى منها بأعجوبة شديدة ثم دخل بعد ذلك في حادث مفاجئ بهذا الشكل أدى إلى وفاة أحد المواطنين حكم عليه اليوم بالسجن لمدة عامين أقول ليه في ألم بيك يا حضري انت حظك وحش قوي الحمد لله يمكن يكون حظي حلو في الأخرة آه أنا عشمان ربنا يعوضك إن شاء الله لا بس أنا ملاحظة أنه يعني وطيرة الأزمات متلحقة ومتتالية في أزمة المستشفى والحمد لله يعني لأن كانت الحالة الصحية غمضة وحرجة والحمد لله أنك نجيت منها بأعجوبة يعني الحمد لله طيب عايز بس عشان في القضية دي آآ قول لي عشان بس الناس فاهم القضية لأنه هنا الحكم بحبسها بوليه في سنتين آآ فهنا بتصدر للناس دايما اللي بيعمل حتى أحيانا حوادث من هذا النوع يقول لك يا عم دا كان ماشي بين مصطول ولا سكران وبعدين ما هو موت واحد ما ليش في أي حاجة للأسف ما بطل كله أنا بتنفس من هنا يعني أنا بتنفس كنت من هنا فربنا نجاني ملموت فبطلت كل حاجة حتى بدوخ من الماء الساعة بشب ماء عادية من الحنفية دلوقتي آآ والله آآ فالحمد لله يعني إيه بتتنفس من هنا أيام ما كنت تعبان آآ فتحين لي هنا وكنت بتنفس أي باينه ما يباين الفتحة خاليا آآ آآ كنت بتنفس من هنا مفيش أي صوت خالص يعني عاملين فتحة كده آآ آآ وعلى جهاز وعلى جهاز آآ آآ وبتتنفس من خلالها يعني آآ آآ وبين الحالة الصحية الحرجة والحادث ما كانش وقت طويل يعني لا سنة بالظبط سنة سنة بس خلال السنة كمان كنت بتتعالج آآ ماشي على علاج إلى الآن ماشي على علاج إلى الآن آآ إلى الآن يعني لسه تأثيرات للحالة الصحية يعني الحمد لله أحسن بكتير يعني بس كنت فين وبقت فين رضى من ربنا الحمد لله والشكر لله الحمد لله آآ بإنه في جلطات مختلفة يعني بالت آآ فيه آآ الحمد لله ومركب فلتر آآ مصفة زي ما بيقولوا كده هنا عشان الجلطات لما تطلع ما تطلعش على قلبي تبقى تفتتها المصفة اللي تحجزها يعني تفتتها آآ آآ فلتر آآ ده بي على طول ماشي بيه آآ ماشي بيه ما خالص لا مقدرش أشيله لما الجلطات تروح آآ عشان ما تطلعش تسديلي آآ الشريان بتاع القلب والحاجات دي طيب آآ طبعا حيان هنذكر المشاهدين بهذه الحالة بس خليني في الواقع هنا أولا لما لقيت الحكم بحبسك قبل ما نشوف التفاصيل آآ آآ